هو فعلا ينفع يحصل عقم بعد إنجاب أول طفل؟ آه طبعا ده سؤال مهم والموضوع مهم جدا لأنه له أبعاد طبية واجتماعية بمعنى أنه الزوج المصري في معظم الأحيان هو حتى أنه يفحص نفسه أو يعمل فحصات عشان الإنجاب في الأول بيبقى مستصعبها أولا ومجرد ما أنجب أول طفل بقيت مستحيلة مع الجرين كاردي يعني أنا خلاص لا يمكن أعمل حاجة تلاقي المأساة المتكررة تلاقي سيدة دخلة بعرف على طول دخلة متضايقة شايل هموم الدنيا مدام عايزة إيه أدي تحليل جوزي طب فين جوزك لازم أشوف جوزك تقولي لأ النبي ده إحنا ما صدقنا عمل التحليل بالعافية وقال خده دي للدكتور يكتب العلاج زي ما يكون طالب إيه بيتزا مثلا أخذت بس بالزبط يعني كاتب الطلبات بتاعته فيها خضار فيها تونة فيها حاجات كده بس اكتبوا للعلاج طب يا سيتي لأ لازم تقولي قص المصيبة أن إحنا أول ما تجوزنا حملت على طول وعندي طفل عنده عشر سنين أيه ومن بعدها استخدمت وسيلة مثلا سنة أو سنتين وبقالنا ثمان سنين أنا بلف عن دكتورة النساء كلهم بمجرد ما أقوله أي حاجة قولي لأ أنا خلفت خلص روح يشوفي نفسك أنا خلفت روح يشوفي نفسك بل ما هي كمان خلفت يا ده؟ لا هي كمان خلفت على رأيك يعني إش معنى هي اللي بتتعذب وتلف عند دكتورة النساء وبعض زملائنا مش كلهم طبعا بعض زملائنا بتوع النساء يعني زي ما تقولي إيه بي استسعى بنقولها هاتي يجوزك أو خلاص هي جاية هاشوفها هي وخلاص لأ إحنا لازم يبقى لنا دور أكتب شوية أو نشط شوية إن إحنا ما نبقاش ماشين تابع العيان بالعكس إحنا نزود الوعي كمان ده مش مجرد مريض حكشف عليها وديره هو صح يعني ممكن نكشف عليها يشوف القنوات فلو ويشوف التبويض وقل لها خلاص أنت ساديها وارد نهاي يكون حصل عندها مشكلة بردو بس ماكتفيش بكده قل لها لا ده كده مش كفاية جوزك حتى لو مخلف عيل أو اتنين قبل كده لازم نبدأ معاهم من الأول واثنين تاني خالص زي ما بدأنا معاكي النتيجة لتأخر الحملوانتي مخلفة زي ما بدأنا معاكي لازم نبدأ معا جوزك بردو صحيح ولازم يجي يكشف مفيش أبدا حاجة بردو بنهمس في أذن كثير من زملاء مفيش حاجة أبدا ما نعودش المريض يعني على فكرة ده بيبقى ساعات من بعض رأتباه اللي هي فكرة أن تلقي ما أبعط لك مساء على الوات سابق وأصحى منهم ألاقي عشر تحاليل على الوات سابق أو على المساج اكتب لي علاج للتحليل ده مفيش حاجة اسمها تحليل اكتب لي علاج عليه لازم نشوف الزوج نفسه ونفحصه أكلينيكيا ونعمله أشاعات ونعمله تحليل دم حسب كل حالة إذا نتقعد الأولينية أنه الإنجاب السابق قبل كده لا ينفي أبدا إن أنا لازم أعمل الفحصات بتاعتي من أول وجديد كأنه هو لم ينجب أبي كده حدث تماما ترجمة نانسي قنقر